على ما يبدو أن سلاح الكاظمي في محاربة الفساد لم تنتهي رصاصاته بعد أو أنه وجد سلاحا جديدا يتمثل بدعم دولي بإعلاء كلمة القانون الانديبندنت كشفت نوع السلاح الجديد حول دعم قوى دولية لحكومة الكاظمي بعد تفعيله ملف محسبة القتل ما يفصل نتائج مقبلة تتمثل بتصاعد الاعتقالات لتشمل قادة عسكريين وسياسيين رفعية المستوى تقرير الصحيفة البريطانية يرجح قدرة الكاظمي رغم كل العواصف الأخيرة ذلك أن المبادرة السعبة تسير في تحقيق سيادة الدولة العراقية وضبط مع صوفة الاستقرار في البيت السياسي والأمني بغية إنقاذ الشعب العراقي من الفقر والضياع زوبعة الخضراء الأخيرة وصلت ازداؤها إلى لندن ليرد وزير خارجيتها بدعم الكاظمي في إجراءاته القانونية في زوبعة أخرى لا تريد الحكومة الحالية لها أن تشتعل تكالمتعلقة بالانتخابات لذا يبدو أن هناك تنسيقا مرتفع العيار يحدث في الأثناء داخل غرف القرار القيادي على مستوى غرف عمليات تنهي ظواهر الصلاح والنزاعات والمخدرات وأشكال الجريمة بأنواعها والتي سبق أن تحدث عنها الكاظمي بصريح العبارة وبمواربة أو إدارة للظهر صح التعبير فإن بعض فصائل الانفلات والخروج على القانون قد لا تلقي بالا أو سمعا لصوت الدولة وقوانينها ما يرشح توقعات بأيام صعبة لكنها ستجد نفعا في بناء هيبة الدولة من جديد لينتهي زمن طال ثقله الفوضوي في البلاد